السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء الحميدي. لو اول مرة تشوفوا قناتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي علامة الجرس علشان يوصلك كله جديد. ولو عايزة تشوفوا كل وصفاتنا على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. هنعمل النهاردة مع بعض السابليك الجميل ده. طبعا احنا عملنا مع بعض مرتين قبل كده. ودي الطريقة التالتة هو اقولكم على الفرد. بصوا بقى. انا معايا من الديق ستمية وخمسين جرام من الديق هيعمله تقريبا بتاع ستة كبات ونص. مية وستين جرام من النشا عاملين في حدود كبايتين. وربعمائة جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة تقديرا آآ كبايتين. ورشة فانيليا ومية وستين جرام من السكر في حدود كبايتين. واربع بيضات كاملين. بصوا بقى انا هنزل بالزبدة الاول اهو زي ما حارتكم شايفين. الوصفة الاولين اللي احنا عملناها قبل كده عملناها بسفار البيض فقط مع النشا. والوصفة الاولينية خالص عملتها مع آآ سفار البيض من غير نشا. عموما التلاتة كانوا كويسين. بس في فرق. النشا بينعم جدا جدا الحاجة. وبيض آآ وصفار البيض في الوصفة بتبقى نعمة جدا. بس انا قلت اجربها المرة دي بالبيض كامل. عشان كزا حد قال لي لو حطينا البيض كامل هيبقى عامل ازاي? انا جربتها النهار ده اهو بالبيض كامل. لكن لو بصوا احنا ضربناه كويس جدا اهو. لحد لما بقت معنا هشة بالشكل ده. الزبدة مع السكر اللي من نخول. البودر هنزل بقى بالاربع بدات. كاملين. وبعد كده هنزل برشة من رشة فانيليا. طبعا لو هتستخدمي سفار البيض آآ لوحده هتحطي بس خمسمية جرام من الدقيق مع كل المقديل دي كلها. خمسمية جرام مع ديق مع سفار البيض فقط. احنا استخدمناهم في المرة تاني اللي فاتوا كده. في المرة اللي فاتت بالضبط بتاعت الديجيستف. لما عملتم مع الديجيستف وهسيب لكم اللينك فيه صندوق الوصف تحت. آآ لما استخدمتم بصناها. حط النشا هنا على الدقيق مع رشة من الملح بس كده خفيفة. وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول اللي هو عملته قبل كده بسفار البيض. مع بسكوت الديجيستف. هسيبه لكم وهسيب لكم اللينك خالص بتاع السبليء اللي كان من غير نشا. الفرق بقى هنا اني اه طبعا اه النشا بينعمل حاجة. مع السفار بينعم جدا. هنا طبعا لما حطيت البيض كله مع النشا هو خلا ناعم. وكواس جدا. اه لكن بيفرق حاجة بسيطة بيبقى ناعم قوي قوي مع سفار البيض. يبقى انت هتستخدمي خمسمة جرام دقيق نص كيلو دقيق مع اربع سفار بيد. مع كل المقديل اللي انا قلتها دي بس. ده شكل اهو احنا ما بنعجنهوش كتير ده شكل العجينة. ما بنعجنهوش كتير لما بحط الدي ايه. ممكن تقلبي بايديك على فكرة. لكن لازم تضرب السمنة مع الزبدة مع السكر كويس. مع بعد كده البيض والفانيليا. وبعد كده تقلبي بايديك. ما تقعجنيش في السبليه. انا كنت بعمله على درجة كنت عاملها على درجة اول درجة وخفيفة اوي. انا حطيت كياس من بتاعة التلاجة. كيس فوق وكيس تحته. حطيت العجنينة كده في النص. وفارتها مرة لفوق مرة لتحت ومرة يمين ومرة شمال عشان تبقى معي بصمك واحد بالضبط وتبقى مظبوطة معي. ما يكونش واحد حتة صغيرة حتة يعني تخينة وحتة رفيع. وجبت معي قطعة سبلينتي بتقطعي ممكن تقطع باي حاجة ممكن تقطع كمان بكوباية شاي. اه لو ما عنديكيش القطعات ديت بتستخدمي اي حاجة. دي كده قبل ما حطتها في التلاجة استخدمتها على طول لو لقتها طريقة معاكي بتحطيها في التلاجة نص ساعة. لان لما قطعتها ببتدي بقى اخرى من النص اهو. بعد واخرى من النص عشان المخروم لازم يبقى بنفس عدد اللي مش مخروم علشان لما نيجي نزينه يبقى متساويين بالزبط. هنا انا لما حطيته في استخدمته على طول بعد ما عجلت. آآ فكنت برفعها كده بايه بسكينة او باي حاجة العجينة نفسها. كانت آآ كانت لسه سايحة كده شوي معي علشان طبعا احنا في حار. لكن لما دخلتها التلاجة قعدت نص ساعة في التلاجة بشيلها بايدي وهوري لكم لما دخلتها التلاجة وخرجتها بقيت اشيلها بايدي بكل سهولة ازاي. اهي. دي لما دخلتها التلاجة قعدت نص ساعة وخرجتها. اهي مسكت معي وبقت كويسة وبشيلها بايدي. تمام? آآ وبخرمها اهي اي اي حاجة عندك بتخرم بيها. مش شرط القطعات بتاعة السبلي. اي قطع عندك. بصي بقى انا باخد الباقي ده من العجينة. وابتدي افرده. واستخدمه. هفرده اهو زي نفس ما فردناه. وببتدي استخدمه. انا معي هنا قطعت كيتي ومعي يا وردة وقطعت قلب. اي حاجة بتقطعي بها. وعايز اقول لكم ان ايه. آآ النشا شفات كتير جدا استخدموا النشا في وصفاتهم زي الشيف حسن واخصية التغذية سالي فؤاد. وغير كده جماعة انا بستخدم النشا في آآ وصفاتي من السنة اللي فاتت وانتم عارفين كده في الفيديوهات القديمة. آآ لان شفتها في فيديوهات مغربية وفيديوهات اجنبية الحقيقة. والنشا بينعم الحاجة جدا جدا اهو. انا كده ده كل اللي انا قطعته معي الوردة والقلب ومعي التقطيع ديت الصغيرة ديت. زي ما حضراتكم شايفين كده معي. وهبتدي انا بقى انا هسخن الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. وهدخله الفرن هياخد معي من بتاع خمستاشر دقيقة. او من عشر دقائق لخمستاشر دقيقة او على حسب سخونة الفرن بتاعك. لو هتدخليه فرن البتاجاز هتوتي من تحت ومن فوق. هياخد معيك خمستاشر دقيقة او لحد لما لونه يبقى آآ بمبي كده خفيف. زي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نزين مع بعض استبليه بتاعنا. آآ اهو هجيب معي مربة وهبتدي الازق البسكوتة اللي تحت دي. اهي اللي مش مخرومة. هحط فيها مربة زي ما حرارتكم شايفين كده. وهبتدي احط عليها اللي احنا خرمناها كده من فوق. انت ممكن تزيني بشوكولات الدهن بس انا شايفة الوصفة الاصلية لها المربة. لان السابليل الفرنسي ده يا جماعة هو هو فرنسي. الوصفة فرنسية. تمام كده. آآ وهنحط كده زي ما حرارتكم شايفين. وبعد كده هلزق كله انا بنفس الشكل ده. وزي ما قلت لحضراتكم ان آآ النشا بينعم الحاجة جدا جدا. ويه الكل بقى بيستخدمه كتير جدا في وصفاته. تمام اهو. انا بليه شكله جميل جدا وطعمه اجمل. وهيشرفك قدام الضيوف في العيد او في غير العيد. انا بعمله عموما كده كده ايام الدراسة كمان وعشان بحطه للبناتي في اللانش بوكس. آآ بدل ما تشتري لهم حاجات منبرة والكلام ده هو. تيبقى حاجات البيت افضل. بصوا بقى انا بعد ما خلصته اهو. آآ معي الشوكولاتة البيت دي اللي انا كنت بزين بيها البتوفور لو تفتكروا قبل الفيديو ده آآ على طول. حطيت هنا فصدق آآ حلبي. وحطيت هنا فرماسيل. آآ وكملت الباقي بقى بالمربة لان المربة شكلها اجمل وبتبقى طعمه حلو اوي اوي. اتمنى بس يكون الفيديو عجبكم آآ فمن فضلكم لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير. ولو عايزين بقى تشوفوا كل وصفاتنا على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. وده كان الفرنسي معنا. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. مع تحياتي نجلاء الحميدي.